فمبراط اليوم عايز اقالك تحديدا على وانت راجل حريف ضربة الترجيح بتاعت زيزو انا كنت بتحدث عنها في الاول انه زيزو مفيش اتنين يختلفوا عليه في مصر افضل لعب في مصر يعني مش هي ضربة الترجيح دي اللي هنقول بعد كده انه في مشكلة بس ضربة الترجيح احيانا لعب المهاري او الحريف او اللي عنده حاجات في دماغه انه يقدر يعمل كل حاجة تخونه دماغه او تخونه في هذه اللحظة هل كان وقت مناسب نعملها بالطريقة دي بس هو الكورة دايما وفي الملعب دي بتعملها وقرارات قرارات دي اللي انت النهاردة لو دخلت كان يبقى هدف جميل طالما ضعت يبقى خلاص كده انت كل الناس تقولك ايه لان احنا شوفنا ضربات جزائي كتير بتنفس بالطريقة دي ونجحت وكان ممكن هو شوتها جمد وتضرب في العرضة وتخرج وكان ممكن زي ما شيكابالا شوت في الاخر وصدها الشناوي فانا يعني ايه احنا ممكن نقول ان ممكن احنا بنتفرق كده نقول ايه ما كانش الريت مومنت ان انت تعمل ضربة الجزاء بالشكل ده مش القرار الصحي اه مش ان انت مثلا ان هو عنده هو داخل عايز يسجل وعايز بس ايه ممكن نقول ايه في وقت ازا ده في لحظة دي كدربة اولى ان انا ماخدش ريسك فيها صحيح ماخدش ريسك فهنا القرار اللي انا اممكن اقول الديسجل اللي هو عاملو دوت انه هو يلعبها بالطريقة دي لان دي فيها ريسك كبير كمان فالنهاردة زيزو القرار اللي عاملو في البداية انا شايف ممكن وانا قاعد بره بتفرج على التليفزيون غير ما انا قاعد في الملعب صحيح لان القرار دي في الملعب انت تلعب ممكن هو غير رأيه في اخر لحظة او داخل هو عارف هيعمل كذا وبعدين هو الرجل بيجيب ضربات جزاء من اكتر اللي عيبة اللي جاب ضربات جزاء الموسم اللي فاته اللي قابله كنا بنقول ان هو احسن واحد من احسن العباء اللي في افريقيا كمان بالزبط كده فالنهاردة افضل اللعيبة بالضاية فمش عايزين نحاسب زيزو ونقول ان زيزو هو النهاردة المسؤول عن الضربة الاولى دي هي اللي ضاعتها السبب لأ فالنهاردة ممكن اقول ان المومنت اللي لعب فيها او اللحظة اللي لعب فيها بالطريقة دي كبداية ضربة دربة الاولى ما كانش موفق فيها ان هو ياخد القرار ده واتلعبها لكن هي في النهاية برضو ضربات الجزاء يعني ضربات حظ انا اقول نتكلم عن الشكل اللي احنا لعبنا به في البداية ان بيراميس كان عنده لاعب ناقص من اول ربع ساعة كان هي احنا هنا بقى لازم احنا ننهي الجيم خاصة ان احنا بدأنا بالتهديف في بدري وفي نفس الوقت اضطرد اللاعب بدري صحيح الناس اللي بتفرج على كرة وبتحب الكرة غير ان احنا بلاش فنيين حتى الناس كلها والجمهور عارف ان انت بتلعب بلعب ناقص واحد وان انت توصل للضيئة 120 معاه بنفسك وكان ممكن ان هو وسجل عليك وهو ناقص وفي نفس الوقت كان ممكن يسجل تاني وانت فرصك قليلة هنا بقى بنتكلم في الحاجات دي ايه نقطة الضعف اللي كانت عندنا او ايه الخلل اللي كان عندنا فان شاء الله نتمنى ان احنا الفترة اللي جاية دي نتغادع عن كل دوت